اشتركوا في القناة كل من يتبع دين او يتبع الاسلام فهو لا يستعمل عقله بالفعل هذا ما اقصد من هذه العبارة فانا لا القي السلام على من هو ما زال في مرحلة المراحقة الفكرية ولم يبلغ به الوعي والمعرفة ان يستعمل عقله في مكان ان يتبع ما قيل له من طرف اشخاص توارثوا تلك الافكار ابعن جد في الحقيقة المتدين والمسلم بصفة خاصة لا يفكر بل يأخذ ما قيل له دينه ويحاول ان يجد له تبريرات عقلية لهذا ابدأ فيديوتي دائما السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر انا اعتبر شخصيا ان كل انسان يتبع النقل ويتبع بالحرف ما قيل منذ الاف سنين او مئات السنين دون ان يخذع هذه الافكار لميزان العقل بل يحاول ان يخذع العقل لهذه الافكار هو انسان لم يصل بعد مرحلة الحضارة وهو في حالة اضدحلال فليس له خيار اما ان يتطور ويصبح انسان متحضر يفكر بعقله واما سوف يضمحل كما ضمحل تدينا صورات رغم وحشيتها والايام من بيننا وسوف ترون من هنا المائة سنة او اقل او اقل نتصور جيل او جيلين كل هذه الاديان وكل هذه الخرافات سوف تصبح من التاريخ وترمى كلها في مسبلة التاريخ كما رميت معتقدات اخرى واصبحت اليوم عبارة على خرافات رواها الانسان القديم اذا اخوتي ان البشرية منذ ان دخلت القرن الواحد والعشرين دخلت في سراع من اجل البقاء من بين الهمجية والحضارة سراع من بين العقل والنقل سراع من بين ما يسمى العلم والخرافات ارجو ان تكون الفكرة واضحة نواصل في هذه الفيديو الرد على رائد الخرافات والاكاذيب والجهل علي منصور كياني الذي حسب رأيي اما يتم ادخاله الى مستشفى الامراض العقلية لما ينقل من خرافات وحكايات خيالية واما يتم محاكمته وادخاله الى السجن لتحيوله وكذبه على الاخرين في الفيديو القبل هذه انسيت ما ذكرتش حاجة وفي الحقيقة نبهني اليها احد الاخوة عندما تكلم هذا المتخلف ذهنيا عن ان يوم القيامة او ما يسميه قيام الساعة سوف يأتي بسرعة الضو ونحن نعلم ايها الاخوة ان ليس هناك شيء بسرعة الضو غير الضو نفسه في الكون كامل ليس هناك شيء مادي يبلغ سرعة الضو وهو يتكلم عن قضيفة سوف تضرب الارض وسوف تأتي بسرعة الضو فكيف هذه القضيفة تسير بسرعة الضو ولم تتحول الى ضو اسمع ماذا يقول علي منصور كياني لانه يأتينا بسرعة الضو اي متحرك يتحرك بسرعة الضو سرعة الضو 300 الف كيلو متر في الثانية الواحدة اي متحرك يأتينا بهذه السرعة يستحيل كشفه لا بالرادارات ولا بأي وسيلة اخرى للكشف العلمي هنا نرى كيف مسكين مسكين المسلمين يصدقون هذا الهرع والان نواصل للرب على اكذيب واضحوكات هذا الدجال ولنسمع ما يقول وبعد انتهاء الحياة على سطح الارض وتصبح الارض مصهور بركاني تقول وكالة ناسا والعلم الحديث ان الكون سوف يعود الى الانسحاب الاعظم مقارنة بالتباعد الاعظم البيكبانج الله سبحانه وتعالى يوضح هذه الحقيقة تماما قال تعالى في صورة الانبياء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا اولا النازا وضعت عدة احتمالات واقول احتمالات وفرضيات لم تثبت اصلا علميا الاحتمال الاول ان الكون بعد ان يتمدد يمكن ان يبقى يتمدد الى النهاية يمكن ان ينقسم ويمكن ان يعود ويرجع ينقبض عن نفسه اذا هذه كلها احتمالات ويمكن في المستقبل تظهر احتمالات اخرى هذا الدجال ماذا يفعل اخذ احتمال واحد والتي هو فرضية مجرد فرضية ويحاول ان يلسقها بالاية التي مذكورة في القرآن والتي هي عادية موجودة في كل الديانات ان هذا الاله بعد ان بدأ الكون سوف يرجعه كمكان وهذا تفكير بسيط امتع اناس عندهم مئات او الاف سنين المشكلة الاخر الكبير الموجود في ادعاءات هذا الدجال ان يربط تقلص الكون بانتهاء الحياة فوق الارض رغم ان الارض والمجموعة الشمسية والمجرة مطيعنا كلها لا تسوى ذرة حبة في الكون فكيف فكيف هذا الدجال يدعي على النازة كذبا ويقول ان النازة تقول ان عندما تنتهي الحياة فوق الارض سوف يتقلص الكون فالنازة لم تقل هذا الكلام وانما هذا الدجال يكذب على اناس يجهلون العلم الحديث فلنواصل معه اذا ستقوم السقوب السوداء والله سبحانه وتعالى بطي الكون كاملا مع السماوات والارض وسوف يعيده الى العدم هون يعلي منصور الكيالي رابط كل الكون هذا بالارض ويقول بعد لا تنتهي الحياة فوق الارض سوف تقوم الثقوب السوداء بمساعدة هذا الاله بطي السماء طي شنو اي سماء طي مبعد شقول ويحولها الى العدم هل هو طي ام عدم ثبت انها روحك وما تعرش يا سعلي منصور الكيالي البشرية يمكن ان تعيش في مجرات اخرى اصلا وان الكون ما يتوقفش لا على المجرة هذه لا على الارض هذه نسمعوه الشيقول بعد لا قال انها الكون يتحول الى عدم اما يوم البعث والحساب تبقى السماوات مطوية بيمين الرحمن وسوف يأتي الله بارض جديدة تثبت انها روحك هل تتحول الى عدم ام تبقى مطوية بيمينة وش نوع يقصد بيمينة يعني مطوية بيده لمينة يعني شدة طوية الكون الكون بيده اليمين هذا ولا شنوة هات هذا شنوة ولا قدش كبره بشي شد الكون كامل فهمت يطويه ويحطوه في يده اليمين من بعد شي قولا ناسي علي كيالي وملوه مواش خطر هذا موجود في القرآن يعني هو مزاد شايف فهمت قال لك يجيب ارض جديدة نسمعوه شنوة يقول على الارض الجديدة قال تعالى يوم تبدلوا الارض غير الارض آسي علي منصور الكيالي فين بشي حطها الارض وكل شي تحول إلى عدم وقامت القيامة وتمت الثقوب السوداء بطي كل الكون وشد السماء والارض طواها وحتى في مينو الارض هذه جديدة لجيبها فين بشي حطها بشي حطها بشي حطها بزاقيها نشوفوه الشي قولتا هناك فرق فعلا بين يوم القيامة الذي تحدثنا عنه وبين يوم البعث بينهما زمن لا يعلمه إلا الله الزمن بالنسبة لنا متوقف تماما والدليل على ذلك هناك لغة يعني يظن الناس أن اليوم هو يوم واحد هنا يعني منصور الكيالي ما جاب حتى حاجة جديدة نعرف اللي احنا فما يوم القيامة ويوم البعث ومن بيناتهم ما يسمى البرزخ ومحمد يقول أنه كل إنسان يموت يدخل في عالم البرزخ إلى يوم يبعث إذن هنا حبيت نصلح عليه منصور الكيالي راه البرزخ ما هوش بعد يوم القيامة كما تتصوروا أنت هنا تقول لنا وتتقوم يوم القيامة فما برزخ مبعد يوم البعث لا غالط البرزخ يبدأ من موت الإنسان حبر من يموت الإنسان يدخل في عالم البرزخ إذن ما هوش مربوط بيوم القيامة يوم القيامة جانب منه موجود في البرزخ أما مش الكله هو البرزخ هذي حاجة إذن ياسي علي منصور الكيالي يزيم الكذب عن الناس وما تقول لهمش اللي البرزخ موجود فقط بعد قيام يوم القيامة مبعد بش يكمل الكلمة متاعه علي منصور الكيالي هذي الحاجة الثانية اللي لاحظوها أش يقول قال لك اللي الناس ميفرقوش من بين يوم القيامة ويوم البعث شكون هذوم هذوم الناس اللي ميفرقوش تي مسألة معروفة أي واحد يعرف الإسلام يعرف اللي فما يوم القيامة ويوم البعث حتى الشيطان الآية القرآنية اللي تقول وتقالوا أنذرني إلى يوم يبعثون قالوا لا أنك منظر إلى يوم الوقت المعلوم إذن تصخر من من حم نعرف تصخر من 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 عباد ما يعرفوش دينهم وجاء ينتي كالبطل بش تعلمهم دينهم وتعرفهم دينهم اللي 1400 سنة العلماء يتكلموا على الإسلام وعلى آيات وانتي توا تكذبهم الكل وتفهمهم زعم الدين بتاحهم نرى ما تقول بعد ذلك حياة البرزخ لا يوجد ما يسمى حياة داخل البرزخ لماذا قال تعالى ومن ورائهم برزخ فالحاجز أصبح ورائهم وليسهم داخل البرزخ هنا مرة أخرى علي منصور كيالي يكذب محمد ويكذب القرآن ويكذب الصحابة ويكذب علماء المسلمين مدة 1400 سنة قال لي لكلهم يتكلموا على الحياة في البرزخ واللي يقولوا عليه اللي هو مغاير للحياة في الدنيا فالبرزخ فترة زمانية تمر على كل ميت مسلم ولا كافر صالح ولا طالح مع أنت معروفة هذه وتجري خلالها فترة فتنة القبر وسؤال الملكين وما يسمى مع أنت هالميت يعيش أو يعيش في حالة مثل حالة الحلم بين النعيم والعذاب بدون جسد فنعرف وإحنا الإسلام يتكلم على دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار يعني ثلاثة أنواع من الوجود ما يسمى دار الدنيا هي هذه ثم دار البرزخ اللي هي من بين الدنيا وما يسمى البعث الأخير ودار القرار هوني علي منصور الكيالي يكذب أنه وجود حياة أو وجود في البرزخ ويستدل بآية قرآنية يقول أن البرزخ هو حاجز بالطبع هو حاجز فهو حاجز بين شيئين بين حياة الدنيا وحديات الآخرة هذا الحاجز ليس مثل الضيق ولا صغير ولا كبير وعندما يقول من ورائهم برزخ يعني من وراء الدنيا هناك برزخ إلى يوم يبعثون يا علي منصور الكيالي وصلت بك الوقاحة أن تصل إلى تزوير الدين الإسلامي وأنا نسأل فين هم المسلمين بش يردوا عليك أنا ملحد أوكي الرد عليك ولكن المسلمين شبيهم ساكتين عليك حسب رأيك هنواصلوا نشوفوا شنو يقول هذا الدجال إذن البرزخ هو حاجز يفصل الحياة الدنيا عن الحياة الآخرة متى ما عبر الإنسان هذا البرزخ أصبح خلف البرزخ وأصبح البرزخ في الجهة الأخرى إذن نركز ونقول هناك يومين يوم قيامة سيكون فيه دمار الأرض ويوم آخر للبعث والحساب هوني علي منصور الكيالي يريد أن يحصر البرزخ فقط بين يوم القيامة ويوم البعث وهذا كذب وافتراء على الإسلام بينما البرزخ يبدأ لكل إنسان عند موته وفهم أحاديث كثيرة وصحيحة ومؤكدة تقول أن البرزخ هو مرحلة من بين حياة الدنيا وحياة البعث وبالطبع لا يهموش علي منصور الكيالي ما قالوا الصحابة الأولين وما قال محمد وما هو فسروا الآيات القرآنية بالنسبة لي الحاجة المهمة هو أن يثبت فكرته هو فقط من أجل يظهر كبطل أنه معناتها هو وحد وفهم القرآن و1400 سنة المسلمين لكل ما فهموش وحتى محمد ما فهمش القرآن هذا هو الافترام لأن نكرانه للبرزخ رأيه مسألة كبيرة ياسر فهمت يعني نكرانه للبرزخ هو نكرانه لعذاب القبر تعرف ما يعني يعني ما عادش فهم لا عذاب القبر لا عادش فهم ما حد شي يعني العبد ما فهم ما حد شي يعني يعني يبدأ ما كان مش موجود بالكل هو يتكلم على توقف الزمن الزمن لا يتوقف عند الموت على حسب الإسلام يعني على حسب الإسلام يعني يقارن هذا كالشي بالنوم يقول لك الإنسان عندما يرقد يتوقف الزمن الزمن لا يتوقف الإنسان وقت يبدأ راقة ما يحس بالزمن لكن الزمن هو متواصل يعني ليس أنا كي نرقد مثلا نهار ثنين يقعد المنجلة لا تتحرك المنجلة تتحرك لكن الشعور ما عادش نحس في عالم آخر في عالم الأحلام أو عالم آخر إذن هوني علي منصور الكيالي لم يوفق في هذه الكذبة مرة أخرى كما لم يوفق في كل الأكاذيب التي قالها من أول الفيديو ونشاهد في الفيديوهات القادمة كذب هذا الدجال وافتراؤه وديما نقول لماذا المسلمين لا يرفع دعوة ضد هذا المتحيل المزور بالدين والمكذب لأحاديث محمد وأحاديث الصحابة هذا اندل على شيء على أن المسلمين لا يهمهم الإنسان يكذب المهم أن يأيد أفكارهم لو واحد يقول لهم الحقيقة فمت حاجة حقيقة فهمت وهو ماهوش مسلم سوف يتهمونه بالكفر وسوف يبيحون دمه بينما إنسان يدعي الإسلام ويدعو الإسلام بكل أكاذيب اللي يمكن موجودة واللي مش موجودة ما يصدروا عليه حتى فتوى ويأيدوه ويقولوا سبحان الله سبحان الله بشي وريكم إلي الإسلام هو دين كذب وتحيل وتعدي ومسخرة على العقول نظن الفكرة واضحة ومعه فيديو قادم معه هذا الذجال ونتمنى وننتهي ومنه في أقرب وقت ممكن بش نتنقل الدجال آخرين من علماء بين قوسين جهال المسلمين الذين ينشرون الجهل والتخلف ومدام فما عباد جهال يسمع في عباد كيمة هكا ويربح فيه في الفلوس هذا شي عادي أنه يواصل على الكذب وبالسلامة ومعه فيديو قد موسيقى